في خضم المعارك الشرسة التي خاضها العراق في مواجهة آلة الحرب الإرهابية تجدرت نقاط الرئيسة في معادلات الدفاع عن البلاد أمنياً بما يضمن ثامين دعم القوات الأمنية منذ عام 2018 كان تركيز بعثة الناتو على تعزيز مهنية القوات الأمنية وتقديم المسورة لها مع إعطاء دورات للمدربين العراقيين بضمنها مدرسة الجيش العراقي لمكافحة المتفجرات ومظلسة الأمور الإدارية واللوجستية والمدرسة الطبية العسكرية رسالة الناتو كانت مكملة لعمل التحالف الدولي ضد داعش بقيادة أمريكا لكن اليوم يدور الحديث حول رفع الناتو أعداد عناصره في العراق والدخول بمهمة جديدة قد تعبئ مكان تقليص القوات الأمريكية إذا عزم الرئيس الأمريكي على هذا الأمر الحاجة الماسة للناتو وقوات دولية في البلاد ضرورة قصوى في ظل التجاوزات على القانون بين فينا وأخرى لكن داعش هو الشغل الشاغل للناتو الذي لا يعوض القوة العسكرية للتحالف لكنه سيعمل على مهمة التركيز بمستوى المشورة الستراتيجية لمواجهة التنظيم وخلاياه مساندة القوات الأمنية يعزز استمرارها في الجهود الأمنية والإنجازات والانتصارات في الميدان ما يبني مستقبلا قريبا واعدا بإنهاء زمن الإرهاب وتطهير العراق من براثنه وخلاياه وفوض الدم التي يصنعها أمام عزم لا يلين من القوات العراقية والتنسيق مع القوات الدولية حاليا يتواجد ما يقارب خمسمائة عنصر من الناتو وفي حال رفع العدد فإن ذلك يضع الخطط الأمنية في دوائر الإنجازات الجديدة التي يحتاجها الشعب الرافدين